هذا يقول هناك في السجن غرفة يقال لها مصلى وليس لها إمام راتب وتقام فيها الصلوات الخمس وتقام فيها صلاة الجمعة فيقوم أحدهم بدور الخطيب والسؤال هو هل صلاة الجمعة واجبة في هذا المكان؟ هل المكان يعتبر نتجنة أو مصلى؟ الظهر الله العالم نعم يصلون جمعة يصلون جمعة منهم محجوزون في هذا المكان مثل الذين يداومون في عمل مثلا في شركة نفط مثلا أو شركة كهرباء 24 ساعة يكون فيها الدوام ومضطرون إلى البقاء هناك يصلون جمعة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى وكذلك هنا بالنسبة للسجن كذلك يصلون الجمعة طالما أنهم يعني مضطرون إلى هذا ولا يستطيعون الخروج إلى المساجد فإنهم يصلون الجمعة بدل الظهر نعم لا يستطيعون الخروج إلى المساجد ثلاثة أقل شيء ثلاثة نعم 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 ، يجب أن أكون حقاً أكثر من صلات في الموضوع هو على التسيطة مع التسيطة مهم ، أو يشتري جدًو سمكرًا مهم امام Obama مراء ما زلانه ربك حداً إلتقيًا أيضاً المسلمين مرحبا ايضا ناوليدا مو א� longeablنى على المنزل وحبي ايضا اتقال سرعة وحبي اه وحبي ايضا وحبي ايضا المنزل دوها ينبدا علينا للمشكلة للمشكلة مواطق سبب بل مجملة للمشكلة في غالر يوح مجملة للمشكلة يوم دوها لمشكلة لا يوم لهذا الشخصية غير صغيران لا يمكن أن يكون هناك أصدقاء شخصي أنني قمت بعمل رجب خلفت حين هذا الشخصية حين يمكنني أن أخذ الواجهة هذا علماني يكفي ولكن أيضاً يحضر هذا علمان ببيّdireته ما أيضاً جديد ليصلكم بلخى الولاد الذي يتكفي حياة تعالى كما ي 혹시 يرجى لا نل joinsه ج الاص czar لا نلاجع بلا نلاجعه نلاجع لا نلاجع فاطرة لا نؤمن أنه لي Lancer إن nosتاً ب personnel سالت لماذا نيم väldigt هم يكون لا ندرجع عددين نماذا رسول الله فال sözه ولidنا نتهى في supernatural لا تكون ط bisаг خلال ليدي الع risking ្ا لل underwater اسلام ini yang jika seseorang sampai pada suatu derajat tersebut maka batallah atau gugurlah baginya syariat solat seperti itu maka itu tidak benar itu adalah pemahaman yang salah solat itu tetap wajib bagi kita sampai akhir hayat kita